امرأة بوزن البارود ملتقى الكاتبات الشابات شهد أيضا إلقاء الضوء على مسيرة العديد من المؤلفات الجزائريات الأخريات على غرار الكاتبة الفرنكو جزائرية فيزا جوين التي صدر لها في 2004 كتاب غدا كيف كيف والذي ترجم إلى 26 لغات تكريم صاحبة المغارة المتفجرة اليوم والذي شهركت فيه 40 كاتبة من الجزائر وإفريقيا ومنطقة المتوسط سيكون تاريخا سنويا يعلن من خلاله عن جائزة سنوية تحمل اسم الكاتبة الراحلة يمينا مشاكرا